موسيقى شو رأيك بهالصورة العائلية دكتور؟ ما شاء الله ما شاء الله هادول كلهن عائلتك؟ هادول بس اسم صغير من عائلتي دكتور سبعين واحد وعندي قدن أضعاف أضعاف ايه طبعا ما في براسك إلا جنس وخلفة هاي سنة الرسول دكتور تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ايه نعم حكيتني على هالموضوع في مرة من المرات شايف هادول اللي عالصورة دكتور؟ أنا اخترتهم ورشحتهم شخصيا ولا شو رشحتهم؟ لجائزة نوبل للسلام؟ لا دكتور لا هادول رح دخلهم معي الجنة إن شاء الله ايوه ليش مفاتيح الجنة بإيدك؟ مين ما بدك بتدخله معك؟ لا بس الله بيسمح للشهيد يدخل معه سبعين واحد من عيلته على الجنة لأنه أتل وانأتل في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار شي حلو الواحد بيقتل وبينقتل وبعدين يدخل الجنة وكمان بياخد سبعين شخص معه ايه شو ها الدين هادية؟ ايه نعم قال صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته يعني أنت مصمم على الاستشهاد؟ إن شاء الله دكتور إن شاء الله الواحد ميت وميت ومشان هيك الأفضل قبل ما الواحد يموت يقتلو كم كافر وبعدين يستشهد يعني إذا استشهدت ورحت الله لا يردك دكتور ايه والله كلامك مهين ما قالنا شي يا إسلام الله لا يردك يعني لا يمنعك من الشهادة ايه إذا هيك معلش يعني إذا رحت عالجنة بتصير شفيع لسبعين شخص؟ ايه نعم في أي مواصفات معينة لهدول الأشخاص؟ ايه بعرف ليشو عم تسأل دكتور بدك يعني حطك على الليستة مو هيك؟ للأسف العدد اكتمل دكتور بعدين ما بيجوز تشفع لك دكتور لأنك كافر الله بيقول فما تنفعهم شفاعت الشافعين شفاعتك ما بتشفع بصرصور سيد إسلام